حسنا لنذهب عالمي هيكون منافس قوي فخلنا في الفيديو ده نسلط الضوء على أهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية طبعا ما تنساش تدعي منه واشترك في القناة وليك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غير أي تأخير خلنا نبدأ ونشوف موصفات الهونر ماجيك باد 2 في البداية الجهاز بيجيب وزن 555 جرام وسمك 5.8 ملة وزن مناسب وسماكة ممتازة جسم الجهاز من الألمونيوم بالنسبة لشاشة الجهاز الشاشة بتيجي من نوع OLED بمقاس 12.3 بوصة بتردد 144 هرتز وسطوع 1600 نتس بتدعم HDR وبتدعم لحد 1 مليار لون وكسافة بيكسلات 290 بيكسل في كل بوصة بتستحوز على نسبة 90% من واجهة اللوحة الأمامية شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والألوان الممتازين جهاز بيجيب أندرويد 14 واجهة ماجيك او اس 8.1 ومعالج كوالكوم سناب دراجون 8 اس جين سري معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر بتردد 3 جيجا هرتز ومعالج رسمهات أدرينو 735 معالج قوى جدا مش هتلاحز معا مشاكل في الأداء تنقل و تصفح بين التطبيقات وفي الألعاب التقيلة هيقد بشكل ممتاز جهاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 8 مع 26 و50 نسخة 12 جيجا رام مع 26 و50 نسخة 16 جيجا رام مع 512 نسخة 16 جيجا رام مع 1 تيرة زاكيرة تخزين بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية أحدية 13 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.0 بتدعم الـ HDR وبتصار فيديوهات فوركيب 30 إطار و1080 و3030 إطار كاميرا السيلفي 9 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 بتصار فيديوهات 1080 و3030 إطار الجهاز بيجيب 8 سماعات استيريو ولا يدعم منفذ 3.5 ملي خاصة بسماعات الأزن ولا يدعم تركيب كارت الزاكرة خارجي ولا يدعم تركيب شريحة تعتمد فقط على الـ Wi-Fi Wi-Fi 6 بلوتوس 5.3 ولا يدعم خاصية الـ NFC بطارية الجهاز 10,050 ميلا أمبير بتدعم الشحن السريع 6 و 60 وات وبتدعم الشحن العكسي 5 وات سعر الجهاز بيبدأ من 410 دولار لا أقل نسخة ده كان استعراض سريع لجهاز هونر ماجيك باد 2 أتمنى أن أرابك كل فيديو أعجبكم لو لديك أي سؤال السبب في خناة التعليقات فإنما مشستش تدعمني ونشترك في القناة وليك للفيديو أشترك على خير الفيديو الجاي سلام